بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الأولى بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء إياكم الله مبارك فضيلة الشيخ هذا الأخ أبو سامي يقول هناك عبارات فقهية أبو جمع الشيخ صالح حفظه الله الحديث عنها تتبع الرخص في الأحكام الفقهية ما معناه وأيضا عبارة الأجر على قدر المشقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين تتبع الرخص الرخص على قسمين رخص شرعية صادرة من الله سبحانه وتعالى تسهيلا على عباده مثل القصر قصر الصلاة السفر مثل المسيح على الخفين والإفطار في رمضان للمسافر والمريض والتيمم لعادم الماء فهذه الله يحب أن تؤتى عند الحاجة إليها قال صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والنوع الثاني الرخص التي هي أقوال العلماء في المسألة واختلافهم في حكمها وهذا لا يجوز الأخذ من أقوالهم إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل والرد إلى الله والرد إلى الكتاب إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته الثابتة ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم أخذنا به لا لأنه قاله فلان ولكن لأنه دل عليه الدليل ولا لأنه ترغبه نفوسنا بل محبة لاتباع الدليل سواء وافق ما ترغبه نفوسنا أو لم نفوسنا نحن ندور مع الدليل حيث ما دار وأما الأخذ بما يروق لبعض الناس من أقوال أهل العلم تبعا لهواه وما يرغبه ولو خالف الدليل فهذا مذموم وهذا ذم الله عليه أهل الكتاب أيث قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا وسانه عما يشركون ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اتخاذهم أربابا من دون الله بين له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحللون ما حرم الله فيحللونه أتباعهم ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه اتباعا لأقوالهم فهذا من اتخاذ العلماء أربابا من دون الله وليس هذا خاصا بالنصارى بل هو عام لكل من فعل هذا الفعل وعبارة الأجر على قدر المشق هذه العبارة فيها نظر والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يناقشها ويقول الأجر على قدر الإخلاص لله خلاص النية لله عز وجل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا فكم من عمل شاق لكنه لا أجر فيه بل فيه الإثم إذا كان هذا العمل في غير طاعة رسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لسنة الرسول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمنا ليس عليه أمرنا فهو رد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فالأجر على قدر ما جاء في الكتاب والسنة تابعته والإخلاص القلب لله عز وجل اجتمع فيه أمرنا الإخلاص لله عز وجل لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة لغير الله ولا يكون أيضا تقليدا لفلان أو علان أو ما تحبه النفوس تهواه وإنما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مغافقا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنة يسأل فضيلة الشيخة في السائل ألف عين من الرياض بحديث التائب من الذنب كما لا ذنب له يقول هل لابد أن يحقق التائب شروط التوبة أم بمجرد التوبة يحصل له هذا الرجوع إلى الله لا تسمى التوبة توبة صحيحة إلا إذا توفرت شروطها فإن فقدت شرطا منها فهي ليست توبة ولا تقبل الأول أن يترك الذنب لا يتوب وهو مقيم على الذنب يتوب بلسانه فقط والثاني أن يعزم أن لا يعود عليه فلا تكون توبته موقته ويعزم أنه فيما بعد سيعود إلى الذنب هذا لا تقبل توبته والثالث أن ندم على ما حصل منه أن ندم على ذنوبه وعلى سيئاته يندم كل ما ذكرها يندم يستغفر ربه عز وجل من جمهورية مصر العربية السائل سين عين عين يقول فضيلة الشيخ هل لماذا كثرت في وقتنا الحاضر الأمراض النفسية كالكتئاب وغيرها وهل هذا يعود إلى البعد عن القرآن الكريم نعم من أعظم أسباب الأمراض النفسية وضيق الصدر هو البعد عن كتاب الله عز وجل لا يتلوه ولا يستمع إليه ولا يتدبره ومن ذلك أيضا تضيع الفرايض تضيع الصلوات وارتكاب المحرمات والمعاصي كل هذا مما يضيق الصدر لأن الإسلام يشرح الله به الصدور والكفر والمعاصي تضيق بها الصدور ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء على تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمن أعظم أسباب ضيق الصدر والأمراض النفسية هو الإعراض عن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضيع الفرايض تكاب المحرمات وأكل الحرام المال الحرام والكسب الحرام كل هذا من أسباب ضيق الصدر وقد يكون له أسباب طبية يسأل عنها على طب النفسيين نعم جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الصلاة قبل الأذان بدقائق معدودة وهل يعيد الصلاة لمن عمل هذا الصلاة لا تصح إلا في وقتها إذا دخل وقتها تصلى أما قبل أن يدخل الوقت فلا يجوز أن تصلى إلا في حالة الجمع بين الصلاتين جمع التقديم لمن يباح له الجمع وإلا فكل صلاة تصلى بوقتها قال تعالى فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا كان الأذان على دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبله أما إذا كان الأذان يتأخر عن دخول الوقت فإن العبرة بدخول الوقت ولو لم يؤذن إلا إذا كان مرتبطا بجماعة وظور المسجد إنه يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة يقول السأل عندي عمل يا شيخ لا يسمح لي بالسفر إلا في وقت محدد أي بعد ثلاث سنوات من إتمام العقد وزوجتي تطالبني بالهاتف العودة إلى الأولاد فهل الغياب هذا مسموح في الشريعة الإسلامية الزوجة لها حق عليه والأولاد لهم حق عليه والوالدان إن كان موجودين أو أحدهما له حق عليه فتجعل فرصة تأتي إليهم ولو قليلة في أثناء غيابك وأثناء المدة التي تعاقدت عليها تجعل فرصة لهم واليوم الحمد لله تسهلت وسائل النقل وسائل السفر فلا تغيب عنهم إلا إذا سمحوا لك في ذلك أو لم تستطع الرجوع إليهم فإنك تكون معذوراً جزاكم الله خيراً من أسئلته يقول شير التنعيم هل هو ميقات ومتى أحرم منه؟ التنعيم ميقات للعمرة لمن كان في مكة من نوى العمرة هو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم ويحرم منه لأنه أدنى الحل وإن خرج إلى غيره من خارج الحرم كعرفات أو الجعرانة أو السميسي أو غيرها من حدود الحرم وأحرم خارج حدود الحرم من أي جهة كفى ذلك هذا في العمرة هذا في العمرة خاصة لمن كان نواها في مكة أحسن الله إليكم الشيخ يقول ما هي أهم الأسباب التي تحفظ الشباب من الانحراف وما الأسباب التي تحرفهم عن الطريق المستقيم الأسباب بعد توفيق الله تعالى التربية الصالحة ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدين بأن يربي أولادهما على الصلاة والطهارة والعبادة ويعلمانهم القرآن وما يحتاجون إليه من أمور دينهم قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع ربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع قال سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني ربياني صغيرة التربية لها دور عظيم لإصلاح الأولاد إذا كانت تربية صالحة ولها دور سيء إذا كانت تربية سيئة أو أهمل الأولاد ولم يحافظ عليهم ولم يلتفت إليهم كما هو حاصل وكثير في هذا الوقت من إنشغال الآباء والأمهات عن الأولاد كل في عمل خارج البيت والأولاد يبقون عند خادمة أو خادم يربيهم ويسيء تربيتهم ربما يحرفهم عن الفطرة هذا من أعظم أسباب انحراف الشباب وكذلك من أسباب الانحراف مصاحبة الأشرار ومقارنة أهل الفساد قال الشاعر إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض ترد مع الردي النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك لما يجده من خالطه من الرائحة طيبة وأنا أشبه الجليس السيء بنافخ الكير لما يجده مجالسه الجالس عنده من الأذى نعم بحسن الله إليكم وبركة فيكم لأخت مرام تقول فضيلة الشيخ ما صفة صلاة الاستخارة وهل لها وقت معين وهل هي خاصة بالرجال صلاة الاستخارة كما بيناها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة إذا هم بأمر ولم يتبين له العزم على أموره إنه يصلي ركعتين ويستخير الله يدعو بعد السلام من الركعتين يدعو بالدعاء الوارد اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا ألم وتقدر ولا أقدر وأن تعلمه وإلى آخر ما جاء في الدعاء هذه صلاة الاستخارة وليس لها وقت محدد بل إذا هم بالأمر ولم يتبين له العزم عليه أو الرجوع عنه فإنه يعمل صلاة الاستخارة جزاكم الله خير نبارك فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الحجاج تأخرنا وظلينا طريق في أحد الأعوام في طريقنا إلى مشعر مزدلفة فلما أقبلنا عليها توقفنا وصلينا المغرب والعشاء الساعة الواحدة ليلا ثم دخلنا المزدلفة في وقت أذان الفجر وصلينا فيها الفجر فهل علينا شيء ليس عليكم شيء لأنكم معذورون مدام حبسكم الطريق لم تتمكنوا من الوصول إلى مزدلفة إنكم معذورون في هذا والحمد لله أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول قرأت عن الركعات التي تصلى ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة هل ورد فيها شيء وهل ورد أدعي تقال فيها لا أعلم شيء أن ورد فيها لكن هي مذكورة في كتب الفقر والغرض منها الدعاء لأن يصلح الله هذه الزوجة أن يجعلها مباركة عليه ولعلها تدخل في صلاة الحاجة الواردة أخيرا يقول شيخ هل الاشتراط واجب في الحج والعمرة وما معنا فإن حبسني حابس الاشتراط ليس واجبا وإنما يأتي به من يخاف ألا يتمكن من أداء المناسك كالمريض فإذا أحرم عند الإحرام فيه مرض يخشى أن يستمر معه أن يعجز فإنه يشترط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم غباعة بنت الزبير لأن تشترط لأنها كانت شاكية يعني مريضة استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وتجدها شاكية قال لها صلى الله عليه وسلم هجي واشترطي أقولي فإن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني وفائدة ذلك أنه إذا لم تقدر على أداء المناسك فإنها تتحلل وليس عليها شيء أما الإنسان الصحيح والمعافى فلم يرد هذا في حقه ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا إنما هذا للحاجة فقط نعم تزاكم الله خيرا أبو عبد العزيز العجيان يقول في هذا السؤال هل من أصابه الرياء أو وسوس في قلبه ماذا يجب عليه وكيف يصل إلى درجة الإحسان إذا حس بالرياء فإنه يرجع إلى الإخلاص ويستعيد من الرياء والسمعة ويرجع إلى الإخلاص ويذهب عنه بإذن الله عز وجل وأما الإحسان فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن ترى فإنه يراك وهذا أعلى مراتب الدين الدين مراتب الأولى الإسلام والثانية الإيمان والثالثة الإحسان أحسن الله إليكم من سئلة الأخ أبو عبد العزيز يقول هل السحر موجود الآن ومن يتعامل به وهل أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وكيف يمكن كشف السحر وعلاج ذلك السحر داع وبيل وعمل خبيث وهو من عمل الشياطين وأتباع الشياطين ولهذا الله جل وعلا حذر منه في القرآن قال ولا يهلح الساحر حيث أتى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون وقال سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر فهو من تعليم الشياطين والعياذ بالله وقال الملكان عند تعليمه ابتلاء وامتحانا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق فالسحر عمل وبيل خطير على العقيدة وعلى المجتمع وهو موجود ومستمر في الناس إلى ما يعلمه الله عز وجل لأنهم باب الابتلاء والامتحان هو خطير جدا الذين يترددون على السحر بماذا تنصحونهم حفظكم الله نصحوا من يتق الله وأن يتوب من ذلك قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا كان يدخل فيه الساحر بل هو أشد نوع الكيانة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حديث آخر رواه مسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال فلا تأتيهم لا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم تصديقهم عملهم محرم نعم شيخ صلى حفظكم الله يعني في وقتنا الحاضر المسلم مطلوب من أن يأخذ بالأسباب ويحصن نفسه بالأذكار والأدعية الذي تحفظه لعلكم توجهون نصيحة في مثل هذا الموضوع نعم المسلم يتحصن بذكر الله عز وجل وأعظم ذكر الله تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات الخمس والأذكار الواردة الصباح والمساء أوراد الشرعية حصنوا نفسه بذلك نعم إزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا الأخ السائل يقول هل للإنسان أن يدعو بحاجات دنيا في صلاته واثناء سجوده ويتر مطالب الآخرة وهل هناك ارتباط بين الأعمال الصالحات والدعاء لا يقتصر على أمور الدنيا في دعائه خصوصا في صلاته لليجمع بين أمور الآخرة وأمور الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عذاب النار أما إذا اقتصر على أمور الدنيا فهذا ممن قال الله تعالى فيهم من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب لا يجوز الإنسان أن يقتصر على أمور الدنيا في دعائه وفي صلاته إن اقتصر على ذلك فإن صلاته تقول بهذا فضيلة الشيخ هذا السائل أرسل بسؤال يقول في الدعوة إلى الله بعض الدعاة يذكر بعض القصص التي حصلت له في حياته وترغب الناس في عمل الخير ما رأيكم بذكر الماضي من حياة الداعية وذلك عبر الفضائيات أو غيرها هذا خلاف دعوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم خصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر شيئا من ذلك ولا أحد من الدعاة من السلف أو من سبق كانوا يعملون هذا العمل ولا داعية لمثل هذا إنما تحث الناس على فعل الخير وتحذرهم من فعل الشر نعم جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ هذا لا خسائل له سؤال يا فضيلة الشيخ عن البكاء من خشية الله كيف يتحقق ذلك وهل عدم البكاء دليل على قسوة القلب نعم عدم البكاء دليل على قسوة القلب والذي يعينك على البكاء أنك تحضر قلبك عند القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ستدبر القرآن الكريم وتقرأه بحضور قلب واعتبار بما قص الله فيه هذا مما يلينه القلوب نعم أحسن الله إليكم نعود إلى رسالة أخت بعثت بسؤال لها تقول في الحج العام الماضي تشاجرت أنا وزوجي وصدر مني ألفاظ غير لائقة تجاهها وبادلني نفس الشتائم ونحن في مشعر عرفات فالحجنا صحيح حجكم صحيح مع الإثم سأثمون على ذلك عليكم الاستغفار والتوبة والتشامح فيما بينكم وإلا فهذا لا شك أنه يؤثر على الحج فقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفز ولا هسوق ولا جدال في الحج نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع من برنامج نور على الدر تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت أثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل